الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون اليمنيون في نقاط التفتيش على الطرقات وبين المحافظات خاصة الواقعة تحت سطوة الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها تتصدر قائمة الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها أبناء الوطن انتهاكات لا تتوقف بل وتزداد أعدادها كل يوم أكثر من ذي قبل حتى بلغت إلى مستويات قياسية منظمة رايتس رادر كشفت عن وقع أكثر من 13 ألف حادثة انتهاك للمدنيين في نقاط وحواجز التفتيش المستحدثة على الطرقات في اليمن غالبيتها ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وذلك خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى ديسمبر من عام 2021 وقالت المنظمة أن الانتهاكات بحق المسافرين في النقاط وحواجز التفتيش نتج عنها مقتل 721 شخصا وجرح أكثر من 1200 شخصا آخر إضافة إلى أكثر من 3500 حالة اختطاف وإخفاء وتعظيم وأكثر من 1000 حالة نهب وفرض جبايات وإتاوات وأضرار بممتلكات خاصة حيث بلغت إجمال الانتهاكات أكثر من 13 ألف حالة انتهاك حدثت في نقاط وحواجز التفتيش شملت 20 محافظة يمنية ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على اليمن واليمنيين ونقاط التفتيش المنتشرة بين المحافظات تعد العامل الأول والمصدر الرئيسي لقلق المواطن اليمني والمسافرين حيث يواجهون أهوال ومشقات تضاعفها نقاط التفتيش المستحدثة خاصة التابعة للميليشيا والتي يتعرضون فيها لشتى أنواع الانتهاكات والممارسات التي وصفتها منظمات حقوقية ودولية أنها ممارسات غير إنسانية